في زيارة تعتبر الأولى من نوعها إلى محافظة الأنبار السفيرة الأمريكية تطلع على أهم إنجازات الحكومة المحلية في محافظة الأنبار من خلال جولة ميدانية تفقدية للدوائر والمشاريع الخدمية المهمة التي نفذت من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية اللقاء مع المحافظي وأهل الأنبار جاء للتركيز على الأولويات في كيفية تقديم الدعم الممكن والمباشر لمحافظة الأنبار وللشعب العراقي عموما كما ونؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بواجباتها تجاه العراق محافظ الأنبار ثمن جهود الدعم الأمريكية بالمشاركة بتحرير المحافظة من دنس الإرهاب مع القوات الأمنية العراقية فضلا عن رفع الألغام والعبوات مع المجتمع الدولي ناهيكا عن مساهمتها ببناء العديد من مشاريع الطاقة ودعم منظمات المجتمع المدني لإعادة استقرار مدن الأنبار جدول الزيارة أيضا سيتخلى له هو حقيقة زيارة حدد المشاريع اللي نفذت من الوكالة الأمريكية للتنمية منها ما يخص الطاقة ومنها مشاريع البنى التحتية بشكل عام كذلك أيضا محال السحادة السفيرة يحتلتقي بشيوخ ووجهاء المحافظة أيضا ضمن منهاج الزيارة تخللت هذه الزيارة مقابلة للشيوخ العشائري ومنظمات المجتمع المدني للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تنفيذها وفي الجانب ذاته أكدت السفيرة الأمريكية عن استمرار دعمهم اللامحدود لمحافظة الأنبار والمشاركة في إعادة تأهيل ما تبقى من دمار للبنى التحتية التي خلفتها الحرب ضد الإرهاب من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة